أحبتي في الله جبريل يسأل والنبي يجيب دروس في الإيمان والعقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب سديد ولم لا والسائل هو أمين وحي السماء والمعلم والمربي والمجيب هو أمين أهل الأرض وذلك في حوار بديع في سؤال وجواب من خلال هذا الحديث الطويل المبارك الذي رواه الإمام مسلم وغيره قال الإمام حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقين أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي ساكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم يعني يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثني أبي حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طالع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجالس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله قال صدقت قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أيها الأفاضل نحن الليلة على موعد مع اللقاء السابع والعشرين بفضل الله جل وعلا ولازلنا مع هاتين الكلمتين أو إن شئت فقل لازلنا مع هذا المنهج التربوي الأصيل منهج حدثني أبي تحدثت بفضل الله جل وعلا تحدثنا بفضل الله جل وعلا عن التربية بالقدوة والتربية بالحب والتربية بالعقيدة والتربية بالعبادة ولازلنا نتحدث عن التربية بالأخلاق وأول أساس أخلاقي هو الأدب تحدثت عن الأدب مع الله جل جلاله وتحدثت عن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولاه وتحدثت في اللقاء الماضي عن الأدب مع الأمراء والعلماء وحديثنا الليلة بإذن الله جل وعلا عن الأدب مع الوالدين وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأدب وأن يجعلنا من الصادقين الأدب مع الوالدين عنوان الفلاح والنجاح والسعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة والفلاح والنجاة والتوفيق في الدنيا والآخرة وما جلب خير الدنيا والآخرة إلا بالأدب وما حرم إنسان من خيري الدنيا والآخرة إلا بقلة الأدب وسوء الأدب والأدب مع الوالدين من أعظم أنواع الأدب ومن أرقى أنواع الأدب بل وكثير من الناس قد يحرم من التوفيق ويحرم من سعة الرزق ولا يزال يرى نفسه في هم بعد هم وينتقل من كرب إلى كرب ومن غم إلى غم ويبحث عن الأسباب وقد يغفل عن أخطر هذه الأسباب أمام عينيه وبين يديه نعم قد يتجاهل أو ينسى أدبه مع والديه الأدب مع الوالدين الأدب مع الوالدين أيها الأحباب من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات أنظر كيف نجى الأدب مع الوالدين أنظر كيف نجى الأدب مع الوالدين صاحب الغار الذي دخل مع أصحابه إلى الغار في قلب الكهف وسقطت وانحدرت سخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار انظر كيف نجى الأدب هذا الرجل من هذا الكرب وسأعود إلى قصتي بالتفصيل في الحديث الصحيحي بإذن الملك الجليل وانظر كيف عوقب عابد زاهد ابتعد عن الخلق واتخذ صومعة يعبد فيها الله جل وعلا انظر كيف تعرض للإهانة وكيف تعرض للضرب وكيف هدمت صومعته لا أقول بسبب سوء أدبه مع أمه وإنما بسبب تهاونه فقط بسبب تهاونه فقط في الإجابة وإجابته لأمه وانشغاله بالصلاة لله جل وعلا تدبر هذا تدبر هذا فوالله الذي لا إله غيره ما تقرب أحد إلى الله جل وعلا بعد توحيد الله وطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب أحد إلى الله بعد التوحيد واتباع النبي بقربة أجل من أدبه مع والديه وإحسانه إلى والديه تدبروا معي هذه القواعد العظيمة التي أرساها القرآن الكريم وبينها لنا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في الأدب مع الوالدي فكثير من الأولاد الآن لا يدركون نعمة وجود الوالدين كثير من الأولادنا لا يدركون نعمة وجود الوالدين بل ولا يشعر كثير منا بهذه النعمة إلا إن فقدها أسأل الله أن يبارك في أعمار آبائنا وأمهاتنا جميعا وأن يرحم من كان منهما بين يديه إنه ولي ذلك والقدر عليه نعم أيها الأحبة الوالدان نعمة عظيمة من أجل نعم الله على العبد قل من يشكر الله على هذه النعمة فكما تنتص الحبة كل غذاء كما تنتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي قشرة هشة وكما ينتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة كذلك ينتص الأولاد كل غذاء في الوالدين وكل رحيق في الوالدين وكل عافية في الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية ومع كل ذلك فهما سعيدان في غاية السعادة بل ربما يخرج الوالد من فمه الطعام ليطعم ولده وربما لا تنام الأم الليلة ولا تذوق طعم النوم حتى يهدأ طفلها أو تهدأ ابنتها ويا ترى كيف يكون حال أولادنا كيف يكون حال أولادنا مع آبائهم وكيف يكون حال آبائنا وأمهاتنا مع أولادهم حتى وهم يذاكرون وهم يختبرون وهم في لجان الاختبارات وهم في أسفارهم وهم في أعمالهم وهم في وسائل المواصلات وهم في بيوتهم ربما لا يهدأ للوالدين بال ولا يقر لهم قرار حتى يطمئنوا على أولادهم وربما لا يشعروا كثير من أولادنا بهذه المعاني لأنهم لا زالوا بعد لم يرزقوا بنعمة الأولاد فلا يعرف قدر الوالدين إلا من رزقه الله جل وعلا بالولد تدبروا معي هذه القاعدة الأولى قاعدة القرآن الأولى التي يبين فيها ربنا تبارك وتعالى حقيقة الأدب مع الوالدين في كلمات لا يمكن على الإطلاق أن يأتي لغوي بديع بليغ بمرادف لمفردة واحدة من مفرداتها فهذا كلام ربنا يقول سبحانه وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَهِ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا إِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ والله الذي لا إله غيره لو ظللت طوال الوقت أردد هاتين الآيتين أو هذه الآيات الكريمة والله لكفة ويا لها من معاني ويا لها من مفردات تدبروها وقرؤوها مرارا وتكرارا يا أحبابنا ويا أولادنا لتعرفوا كيف يكون الأدب مع الوالدين ولاحظ أن الذي يعلمنا الأدب في هذه الآيات الكريمة هو ربنا جل جلاله هو ربنا جل جلاله الله أكبر والأدب مع الوالدين في القرآن عظيم وذلك لو تتبعنا أدب من علم الدنيا الأدب أدب الأنبياء والصالحين يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث آيات لا تقبل واحدة بغير قرينتها ثلاث آيات نزلت المقرونة بثلاث آيات لا تقبل واحدة بغير قرينتها الأولى قال تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول فمن أطاع الله جل وعلا ولم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الآية الثانية قوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه والآية الثالثة قوله تعالى أنشكر لي ولوالديك فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه الله أكبر الأدب مع الوالدين من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات وتدبروا معي الأدب مع الوالدين من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين الله أكبر بر الوالدين البر هو الأدب هو الإحسان إلى الوالدين أن يخاطب الإبن والديه بأدب جم ولا تلمني إن قلت لك مخاطبة العبد لسيده لا تلمني إن قلت لك الأدب أن يخاطب الإبن والديه مخاطبة العبد لسيده أي والله أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله هل علمت ابن الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم بر الوالدين والأدب مع الوالدين على الجهاد في سبيل الله بل قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما واللفظ لمسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة والجهاد جئت أبايعك على الهجرة والجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل من والديك أحد حي هل من والديك أحد حي فقال هذا الرجل نعم كلاهما كلاهما يعني الوالد والوالدة على قيد الحياة قال نعم كلاهما فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم تبتغي الأجر من الله تعالى يعني أنت خرجت صادقا فعلا تريد الأجر من الله تعالى قال نعم فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما هل تدبرت هذا المعنى ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما الرجل جاء ليبايع النبي على الهجرة في سبيل الله وعلى الجهاد ومع ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام هل خرجت بهذه النية الصادقة الصالحة تبتغي الأجر من الله جل وعلا لا تريد سمعة ولا شهرة ولا جاها ولا وجاها فقال له الرجل نعم فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما أي إن كنت تريد الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى أجر الهجرة في سبيل الله وأجر الجهاد في سبيل الله فأرجع فأحسن صحبة والديك أحسن الأدب معهما وأحسن برهما الله أكبر بل الأدب مع الوالدين طريقك إلى الجنة الأدب مع الوالدين طريقك إلى الجنة أيها الإبن الحبيب أيها البنت الفاضلة الأدب مع الوالدين طريقك إلى الجنة كيف ذلك اسمع إلى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي روه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي وغيرهم بسند صحيح كما ذكرت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة الله أكبر دخل النبي الجنة قال دخلت الجنة فسمعت قراءة يعني سمع رجلا في الجنة يقرأ القرآن الكريم فقال عليه الصلاة والسلام فقلت من هذا من هذا فقيل حارثة بن النعمان حارثة بن النعمان فقال عليه الصلاة والسلام كذلكم البر كذلكم البر وكان حارثة أبر الناس بأمه الله الله اسمع الرواد تاني قال دخلت الجنة فسمعت قراءة أي سمع الحبيب صلى الله عليه وسلم صوت رجل يقرأ القرآن في الجنة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا فقيل له حارثة بن النعمان فقال كذلكم البر كذلكم البر وكان حارثة بن النعمان أبر الناس بأمه بل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه ثلاث مرات أسلوب نبوي بليغ بديع يلفت الأنظار يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالذلة والمهانة والصغار وبأن يلصق صاحب هذا الأنف في الطين والتراب من هذا من هذا المخذول ورب الكعبة من هذا الخسران ورب الكعبة رغم أنفه ذل وهان والتصق والتصق أنفه بالتراب رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قالوا من يا رسول الله قال من أدرك أبويه من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما يعني أدرك الوالدة أو الوالدة أو أدرك الوالدة أو الوالدة من أدرك أحد أبويه من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يكون سببا في دخوله الجنة هذا مخذول هذا خسران يا من من الله عليك بالوالدين ولا زلت تنعم بوجود والديك الآن كن مؤدبا مع والديك وأحسن صحبتهما وأحسن إليهما وكن بارا بهما وخاطبهما مخاطبة العبد الذليل لسيده العزيز وقف بينهما بأدب جم ولا تغضى الطرف عنهما ولا تحدى الطرف إليهما ولا ترفع صوتك عليهما ولا تمشي أمامهما وإنما إن مشيت فلحاجة لكن لا تتقدم أبدا على والدك ولا تتقدم أبدا أيها البنت الفاضلة على أمك وإن كنت قد حصلت أرقى الشهادات وإن كنت يا بني قد حصلت أرقى الدرجات لو كنت وزيرا ووالدك غفير كن مؤدبا مع والدك وقف بين يدي والدك وأنت الوزير وخاطبه مخاطبة العبد الذليل لسيده العزيز الأبي الكريم هكذا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة الله أكبر رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه ذل وهان والتصق أنفه بالطين والتراب من يا رسول الله قال من أدرك أبويه أحدهما من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يكون سببا في دخوله الجنة الله 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 بل الأدب مع الوالدين أيها الأفاضل الأدب مع الوالدين من أعظم أسباب تفريج الكربات في الدنيا يا من يا من تشكو الضيق والهم والكرب وضيق الصدر والألم يا من تشكو أي مشكلة فتش الحل قريب منك والمخرج قريب منك واعلم بأن الله جل وعلا يفرج كل كرب أنت فيه به ما هو الأدب مع الوالدين الأدب مع الوالدين هات الدليل خذ الدليل من كلام البشير النذير في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم حتى أدركهم المبيت إلى غار فانحضرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار فقالوا اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم فالتوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع خلي بالحضرتك التوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم اسمع ماذا قال أولهم توسل إلى الله بأدبه مع والديه وأنا ورب الكعبة لا أجد في قواميس اللغة مفردة أستطيع أن أعبر بها عن أدب هذا الرجل المؤدب المهذب مع والديه تدبروا معي كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وقلبي وروحي قال عليه الصلاة والسلام فقال أولهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبواني شيخاني كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالة يعني الكلام ده بقول له اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبواني شيخاني كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالة الغبوق هو الشراب شراب اللبن بالعشي الغبوق هو شراب اللبن بالعشي أو الشراب بالعشي وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا يعني كنت لا أقدم على والدي على هذين الشيخين الكبيرين كنت لا أقدم عليهما في الشراب أهلي ولا مالي مالي يعني خدمي ورقيقي وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فأتيتهما يوما أو فتأخرت عليهما يوما وقد نأى بي طلب الشجر يعني كان رجلا حطابا يجمع الحطب من الصحراء فنأى به طلب الحطب يوما أي تأخر حتى عاد إلى والديه في الليل فوجدهما نائمين وقد نأى بي طلب الشجر يوما فعدت إليهما فوجدتهما نائمين اسمع ماذا قال هذا الرجل الذي يعلمنا درسا من أرقى وأعلى دروس الأدب مع الوالدين قال فكرهت أن أوقظهما يا الله فكرهت أن أوقظهما يا أولادي تعلموا الأدب مع الوالدين في وقت نومهما ويجب على الزوجة أن تربي أطفالها على هذا الأدب في وقت ينام فيه الجد أو الجدة إن شرف الله البيت بوجود الجد أو الجدة يعني إن وجدت الجدة أو وجد الجد في بيتك أيها الأخ الكريم فرب أولادك أطفالك كيف يوقرون الوالدين كيف يتأدبون مع والديك أنت أي مع جده أو جدته ولن يترب الأولاد على الأدب مع الجد والجدة إلا إذا رأى الأولاد الأدب من والدهما ومن والدتهم من والدهم ووالدتهم مع الجد أو مع الجدة وأرجو أن يكون الوالد محترما لأمي وأب الزوجة وأن تكون الزوجة محترمة لوالد الزوج ووالدة الزوجة يعني لا ينبغي على الإطلاق أن يطالب الزوج زوجته باحترام والديه في الوقت الذي لا يحترم فيه هو والديها هذا أيضا من سوء الأدب أسأل الله أن يرزقنا الأدب نعم أيها الأفاضل يقول هذا الرجل المؤدب المهذب فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلابثت والقدح على يدي يا الله وقف كره أن يوقظ والديه وكره أن يسقي أو أن يطعم أن يسقي وأولاده ورقيقه أو خدمه وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا قال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر لا لا مضوع مش سهل يعني وقف خمس دقائق لا تبساعة تبسعتين ظل واقفا يحمل القدح وينظر إلى والديه يكره أن ينادي على والديه ويكره أن يسقي أولاده يقول والصبية يتضاغون أن يبكون من شدة العطش أو من شدة الجوع وهو يكره أن يطعم أولاده أو أن يسقي أولاده ويكره أن يوقظ والديه فظل واقفا يحمل القدح على يديه حتى برق الفجر يا إلهي يا إلهي اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين واجبر كسرنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا سوء أدبنا مع والدينا يا رب العالمين ظل هذا الرجل المؤدب المهذب واقفا حتى برق الفجر فاستيقظ والده فقدم لهما غبوقهما بدون شوشرة وبدون ضجج إعلامي وبدون هيصة وبدون تبرم أو ضيق خلي بالك انتوهية أنا وايث مستنكوا بألي ثلاث أربع ساعات لا 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 هذا سوء أدب هذا ليس من الأدب هذا ليس من الأدب بل هذا من سوء الأدب وإنما قدم لهما غبوقهما فشربا فقط ثم قال هذا الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة إلى أخر الحديث انظروا إلى فضل الأدب مع الوالدين فالأدب مع الوالدين من أعظم أسباب تفريج الكربات في الدنيا بل ورب الكعبة في الآخرة من أعظم أسباب تفريج الكرب في الدنيا والآخرة وكربات الآخرة عظيمة لا يعلم حجم كربها إلا الله نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم كرب الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه هذه صورة من صور الأدب قواعد الأدب في القرآن والسنة يرسي هذه القواعدة قرآن ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما بينت آنفة بل جعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الإساءة إلى الوالدين وسوء الأدب مع الوالدين كبيرة تأتي مباشرة بعد الشرك بالله جل وعلا إلى هذا الحد نعم ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين والعقوق صورة من أبشع صور سوء الأدب وسأعود إليها إن شاء الله تعالى في آخر اللقاء لكن أردت أن أبين أن من أخطر القواعد التي أرساها نبينا صلى الله عليه وسلم في الأدب مع الوالدين أن يجعل المصطفى الإساءة إلى الوالدين بأي صورة من صور الإساءة أو العقوق جعله المصطفى الكبيرة الثانية أو التالية التي تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك بالله جل جلاله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ولا زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت حتى قلنا ليته سكت بل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شتم الرجل لوالديه كبيرة من الكبائر وهذا سوء أدب أن يشتم الإبن والده أو والدته أو أن تشتم الأم والديها البنت والديها ولا حول ولا قوة إلا بالله ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه من يشتم والديه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر من الكبائر شتم الرجل والديه فقالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه استعظم الصحابة ذلك وهل يشتم الرجل والديه هل يسب أحد والديه فقال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني يسب رجل رجلا آخر فيسب هذا الرجل الآخر أم الرجل الأول وبذلك يكون الرجل الأول قد ارتكب كبيرة من الكبائر لأنه تسبب في شتم أبيه أو في شتم أمه يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فهذا الساب هو الذي ارتكب الكبيرة لأنه كان سببا في شتم والديه حين شتم والدا لرجل آخر فاضطر هذا الرجل أن يشتم والده وحين شتم أم رجل آخر فاضطر هذا الرجل آخر أن يشتم أمه وبذلك يكون هذا الرجل قد ارتكب كبيرة من الكبائر بسبب شتمه ولا حول ولا قوة إلا بالله لوالديه وإن كان هذا الشتم والسب بأسلوب غير مباشر هذه قواعد في الأدب يرسل قرآن الكريم ويرسل النبي العظيم قواعدها في جلاء ووضوح ليتعلم شبابنا وليتربى جيلنا على هذا الأدب القرآني والنبوي فما أعظم هذا المنهج منهج حدثني أبي عن الله وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ثم هل من الأدب أيها الأفاضل أن نتحدث الليلة عن الأدب مع الوالدين وأن أنسى هذا الأدب السامق وهذا الأدب العالي وهذا النموذج الغالي هل من الأدب أن نتحدث عن الأدب وننسى أدب الخليل إبراهيم مع والده يا الله والله كلما قرأت هذه الآيات في صورة مريم والله الذي لا إله غيره كاد قلبي أن ينخلع أي أدب هذا أي فضل هذا تدبروا معي فقط هذا الحوار البديع الذي جعله ربنا جل جلاله قرآنا يتلى إلى يومنا وإلى قيام الساعة قال سبحانه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اسمع اسمع إذ قال لأبيه أبوه هذا كان مشركا بالله كان كافرا بالله بل كان يصنع التماثيل والأصنام ويبيعها للناس إلى هذا الحد أرجو من شبابنا أن يتعلموا وأرجو من أولادنا أن يتأدبوا بهذا الأدب القرآني العالي وبهذا الأدب النبوي الإبراهيمي الغالي وإبراهيم أسوة نبينا وإبراهيم قدوة نبينا لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه فإبراهيم أسوة نبينا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم قال ربنا جل جلاله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فأولى الناس بإبراهيم نبينا الكريم ونحن المؤمنين الموحدين هذا قدوتنا وأسوتنا ولم لا وهو قدوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو والد وأب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نعم أيها الأفاضل تدبر هذا الحوار البديع بين إبراهيم وبين أبيه المشرك بل وبين أبيه الذي يصنع الحجارة والأصنام بيديه ويبيعها إلى الناس وينصبها في الأسواق واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي الله 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 إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وبعد هذا الحوار الذي لا أجد أبدا من كلمات اللغة ما أستطيع أن أعلق به على هذا الحوار العالي في الأدب يرد عليه أبوه أبوه آزر يرد عليه بكل قسوة وبكل شدة قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهل أرجمنك وهجرني مليا خلاص أدى إبراهيم وعليه في حوار مهذب مؤدب غاية في الأدب ورد عليه أبوه بهذه القسوة وبهذه الشدة والفضعظة بل وطرده بل ونهره بل وهدده بالرجم بالحجارة قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهل أرجمنك وهجرني مليا ومع ذلك يرد إبراهيم على والده ويقول سلام عليك سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقية يا الله يا الله أي أدب هذا أي أدب هذا فلنتعلم هذا الأدب من إبراهيم لا أقول يخاطب أباه المسلم المصلي المزكي الذي حج بيت الله بل والذي ينفق في سبيل الله ويراه ابنه يصلي وينفق ويحج ويعتمر ومع ذلك لا يخاطبه بأدب ولا ينادي عليه بأدب ولا يعامله بأدب بدعوى أنه مقصر في طاعة ما بدعوى أنه قد وقع في بدعة ما هذا مشرك أصلي هذا كافر أصلي بل ولم يكتفي بكفره بل راح يصنع الآلهة الباطلة المكذوبة المدعاء ويبيعها للناس في الأسواق ويخاطب ولده النبي المبارك الذي آتاه الله رشده منذ صغره يخاطبه بهذه اللهجة الحادة ومع ذلك رد عليه إبراهيم الخليل بهذا الأدب العالي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية فرزق الله جل وعلا إبراهيم ابنا بارا به كما كان بارا بأبيه على كفره وشركه إذ أن البر والأدب مع الوالدين دين لا بد من قضائه في الدنيا قبل الآخرة وثمرة لا بد من أن تجنيها في الدنيا قبل الآخرة حسن الأدب ثمرة لا بد أن تجنيها أنت في الدنيا قبل الآخرة مع أولادك وسوء الأدب مع الوالدين ثمرة حنظل مرة لا بد أن تتذوق طعمها أنت في الدنيا قبل الآخرة ستبتلى بولد عاق بولد سيء الأدب بولد سيء الخلق يسيء لك ويعاملك معاملة ما كنت تتخيلها قط وربما تكون عزيزا في قومك وربما تكون صاحب مكانة وصاحب منصب وصاحب مركز مرموق ومع ذلك يصلط عليك ابن من أبنائك ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبتلى بابن سيء الأدب إن كنت سيء الأدب مع والديك فلا بد أن تجني هذا في الدنيا قبل الآخرة وإن كنت مؤدبا مع والديك ستجني ثمرة أدبك مع والديك في الدنيا قبل الآخرة على يد أولادك بل على يد أصغر أطفالك سترى الأدب والبر في طفل من أطفالك لم يبلغ الثانية من عمره وسترى سوء الأدب الذي كنت تعامل به والديك سترى سوء الأدب في طفل من أطفالك لم يبلغ الثانية من عمره يتعامل به معك فإذا ما شبأ ساء أدبه إثناني يعجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة وفي لفظ إثنتاني يعجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة البغي وعقوق الوالدين البغي يعني الظلم وعقوق الوالدين لا بد من أن تجني ثمرة ظلمك في الدنيا قبل الآخرة ولا بد من أن تجني ثمرة عقوقك المرة في الدنيا قبل الآخرة الظالم يؤاخذه الله جل وعلا بظلمه في الدنيا قبل الآخرة فالله يمهل ولا يهمل والعاقل والديه والذي يسيء الأدب مع والديه يعاقبه الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة نعم أيها الأفاضل تدبروا معي تدبروا معي إبراهيم الخليل الذي عامل والده المشرك بهذا الأدب يرزقه الله جل وعلا بابن غاية في الأدب بابن أنموذج فريد في الأدب ما عرفت الدنيا نموذجا للأدب مع الوالد كما عرفت البشرية هذا النموذج من إبراهيم لأبيه آزر وهو على شركه وكما عرفت البشرية من إسماعيل لأبيه الخليل إبراهيم أي أدب هذا حين يأمر أو حين يطرح الوالد على ولده أنه يرى في منامه أنه يذبحه يا إلهي لم يقل إبراهيم الخليل لوالده لولده أنه يرى في المنام أنه يؤمر بإبعاده أو بإقصائه أو بحرمانه من الميراث إلى غير ذلك بل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ورؤي الأنبياء وحي مرتبة من مراتب الوحي أن يرى النبي رؤيا في نومه فرؤيا الأنبياء مرتبة من مراتب الوحي تأتي كفلق الصبح فيقول الخليل إبراهيم لولده وفي سن يتعلق فيها الوالد جدا بولده فلما بلغ معه السعي حين يشب الطفل ويكبر الطفل ويبلغ مرحلة عمرية معينة بحيث يخرج الطفل مع والده ويدخل الطفل مع والده ويكلمه الوالد وينادي عليه تعال يا إسماعيل اذهب يا إسماعيل هذا سن يتعلق فيه الوالد جدا بولده لا سيما إن كان الوالد محروما من الذرية كما كان إبراهيم فلقد رزق الله إبراهيم الذرية بعد عمر متقدمة نعم ربما جاوز إبراهيم الثمانين من عمره ثم رزقه الله تبارك وتعالى بإسماعيل وفي هذا السن فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا إلهي انظر إلى الأدب وأي أدب قال هذا لبن المؤدب هذا الأنموذج العالي الغالي في الأدب قال يا أبا تفعل ما تؤمر قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله أكبر أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الإبن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه لن أعصي لإله أمرا من يعصي يوما مولاه واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إلى آخر القصة المعروفة أي أدب هذا أيها الأفاضل بل ومن أعظم نماذج الأدب مع الأم هذا الأنموذج الذي حدثنا عنه نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى مع أن المصطفى لم يرى هذا الرجل لم يرى هذا الرجل الذي ضرب النبي به المثل في بر أمه يا إلهي هذا رجل من التابعين من أهل اليمن من مراد ثم من قرن ومراد وقرن قبيلتان من قبائل اليمن أسأل الله أن يفرج كرب اليمن وكرب المسلمين في كل مكان وأن يحفظ على اليمن وحدته وأن يحفظ عليه أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره إنه ولي ذلك والقدر عليه وجميع بلاد المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين يتحدث عن رجل من أهل اليمن من التابعين يعني لم يره النبي الأمين وهذه من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن دلائل صدقه إذ أنه يحدث عن رجل لم يره وإنما سيراه أصحابه من بعده والحديث رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم أمداد أهل اليمن أمداد أهل اليمن أي جماعات من أهل اليمن أمداد جمع مدد يأتيكم أمداد أهل اليمن يأتي عليكم أمداد أهل اليمن فيهم أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرى قبيلتان في اليمن كان أبرسا كان أبرس مريضا بالبرس فبرئ كان مريضا بالبرس فبرئ إلا موضع درهم يعني زال البرس من بدنه كله وبقي البرس بحجم الدرهم في موضع من مواضع البدن يا إلهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى أويس بن عامر ومع ذلك يحدث عنه بهذه الصفة الدقيقة بل ويبين أنه كان مريضا بالبرس فبرئ وبقي موضع درهم لا زال مبتلا بمرض البرس يأتيكم أمداد أهل اليمن يأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن كان مريضا بالبرس فبرئ إلا موضع درهم له والدة أي أم هو بها بر لو أقسم على الله لا أبره الله أكبر الله أكبر أويس بن عامر يحدث عنه الصادق أنه بر بأمة ولو أقسم هذا الرجل على الله لا أبره رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره هؤلاء هم الأولياء الأتقياء الأخفياء لو أقسم على الله لا أبره يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر إن أدركته إن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك إهدى الرسول يطلب من عمر من الفاروق الأواب من الرجل الذي أجر الله الحق على لسانه وقلبه من الرجل الذي بشر بالجنة بل وراء النبي قصره في الجنة يطلب النبي منه إن أدرك أويس بن عامر هذا البارة بأمه إن أدركه أن يطلب منه أن يستغفر له فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مواسم الحج يذهب إلى أهل اليمن ليبحث عن أويس بن عامر يسأل عن أمداد أهل اليمن ويسأل في أهل اليمن عن أويس بن عامر حتى أدركه تدبروا معي هذا الحوار البديع البليغ الذي دار بين عمر بن الخطاب وبين أويس بن عامر لما أدرك عمر بن الخطاب أويس بن عامر قال له أنت أويس بن عامر قال نعم قال له عمر من مراد قال له نعم قال ثم من قرن قال نعم قال كنت مريضا بالبرص فبرئت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال فاستغفر لي قال فاستغفر لي فاستغفر له أيسو بن عامر ثم قال له عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيكم أو يأتي عليكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن كان مريضا بالبرص فبرئة إلا موضع درهم إن استطعت أن يستغفر لك له والدة هو بها بر إن استطعت أن يغفر لك أن يستغفر لك فليستغفر لك فاستغفر لي فاستغفر له أويس بن عامر رحمه الله تعالى ورضي الله عن عمر ثم قال له إلى أين إلى أين يعني إن تريح فيه قال إلى الكوفة فقال له عمر هل أكتب لك إلى عاملها يعني إلى عامل عمر ابن الخطاب على الكوفة يعني ليكرمه وليستقبله وليحسن وفادته قال لا أحب أن أكون في غبراء الناس لا أريد أن أعرف ولا أريد أن أشتهر أسأل الله أن يسطرنا أحب أن أكون في غبراء الناس فانصرف وفي الموسم الآخر جاء رجل من أشراف أهل اليمن ليحج فلقيه فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن أويس بن عامر قال طركته رث البيت قليل المتاع يعني رجل فقير طركته رث البيت قليل المتاع فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن كان مريضا بالبرس فبرئ إلا موضع درهم له والدة هو بها بر إن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك فعاد الرجل إلى أويس بن عامر وهو لا يعرف قدره ولا يعرف مكانته فقال له الرجل استغفر لي فقال له أويس أنت أحدث عهدا بسفر صالح مني أنت أحدث عهدا بسفر صالح مني يعني أنت عدت قريبا من طاعة عظيمة ألا وهي طاعة الحج فقال له الرجل فقال له الرجل استغفر لي فقال له أويس هل لقيت عمر ما هو اللي عارف هل لقيت عمر عبد الخطاب قال نعم فاستغفر له فاستغفر له انظروا كيف ارتقى أويس بن عامر ببره بأمه إلى هذه المكانة السامقة لكن أرجو أن لا يتوهم أحد أنه بهذا الحديث يقال بأن مكانته أعلى من مكانة عمر لا لا ورب الكعبة كل ما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين كرامة أويس لبره بأمه وأن يبين مكانة أويس التي ارتقى إليها لبره بأمه لكن يقال بأنه أفضل من عمر لأن عمر طلب منه أن يستغفر له لا وإنما هذا فيه طلب الدعاء من الصالحين كما قال سادتنا وإمتنا وممن يرجى قبول دعائهم والله جل وعلا لا يحرم الأمة أبدا من هؤلاء الصالحين ممن يرجى قبول دعائهم أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه لكن لا يرتقي أحد من التابعين قط مهما كان عمله ومهما كان صلاحه إلى مرتبة الصحبة فمرتبة الصحبة لا يمكن أبدا أن تدانيها مرتبة من المراتب ناهيك عن مرتبة عمر وعن مكانة عمر الذي ورد في فضله ما ورد أسأل الله عز وجل أن يرضى عنه وعن جميع أصحاب رسول الله وأن يرحم أويس بن عامر وأن يجمعنا مع الصحابة رضي الله عنهم ومع الصالحين رحمهم الله تعالى في الفردوس الأعلى مع إمام النبيين إنه ولي ذلك والقدر عليه انظروا إلى فضل الأدب مع الوالدين ومع الأم ومع الأب انظروا إلى فضل الأدب في الدنيا وإلى فضل الأدب في الآخرة بل وكيف يتعرض الإنسان إلى المهانة وإلى الضرب وإلى الشتم وإلى هدم بيته أحيانا وإلى فصله من عمله أحيانا وإلى حرمانه من الرزق أحيانا وإلى ضيق صدره وإلى سوء العلاقة معه بينه وبين رأسائه ومرؤوسيه بينه وبين أولاده بينه وبين زوجته إلى غير ذلك كل ذلك كل ذلك بسبب سوء أدبه هو مع والديه بكل أسف انتهى الوقت بتقدير الله سريعا لكن لا يمكن أبدا إلا أن أذكر في دقيقتين اثنتين بأن التهاون في الأدب مع الوالدين قد يعرض الإنسان في الدنيا إلى الإهانة وإلى الشتم وإلى الضرب وإلى هدم منزله هذا جريج الراهب جريج العابد جريج العابد وحديثه في الصحيحين هذا زاهد من زهاد بن إسرائيل وعابد من عباد بن إسرائيل اتخذ له صومعة أي مكانا بعيدا عن الناس في أعلى الجبال أو في مكان مرتفع ليتعبد لله فيه لا يريد أن يرى أحدا من الخلق ولا يلتفت إلى أحد من الخلق وفي يوم من الأيام احتاجت إليه أمه وجاءت لتنادي عليه حتى مثل أبو هريرة حكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنادي على جريج وقد وضعت كفها على حاجبها تنادي عليه وكانه في مكان مرتفع يا جريج يا جريج وكان جريج يصلي خلي بالك يا شباب مش قعد قدام الإنترنت مش جالس قدام فيلم إباحي مش جالس قدام مسلسل ساقط ولا مباراة ولا فيلم هابط ولا مجلة فاضحة ولا جلس مع شلة سوء ولا خارج الندي مع أصحابه لا ده في عبادة في صلاة وأمه تنادي عليه يا جريج يا جريج الرجل وقف يصلي فظل فقال نفسه يا رب أمي وصلاتي يعني هل أقبل على صلاتي وأواصل الصلاة أم أقطع الصلاتة وأجيب أمي فأقبل على صلاته ولن يجيب أمه فعادت في اليوم التالي جاءت إليه وهو يصلي الله دراج الله انقطع عن الصلاة والليه وهو يصلي يا جريج يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي أنادي أقبل على صلاتي أم أجيب أمي فأقبل على صلاته فانصرفت وفي اليوم الثالث جاءت إليه وهو يصلي وهو يصلي يا جريج يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته ولم يجب أمه فغضبت واحذر غضب الأم اللهم اكفينا يا ربي هذا الشر احذر غضب الأم واحذر دعاء الأم غضبت ودعت عليه بدعوة عجيبة غريبة قالت اللهم لا تمت جريجا حتى تريه وجوه المومسات المومسات يعني البغاية يعني الزوان ولا حول ولا قوة إلا بالله واستجاب الله دعاءها في هذا العابد الصالح في هذا الزاهد الراهب الله أكبر فكيف إن كان الإبن عاصية كيف إن كان الإبن عاقة كيف إن كان الإبن فاسقة كيف إن كان الإبن مذنبة كيف إن كان الإبن سيء الأدب وقليل الأدب هذا ابن زاهد عابد مصلي ما أقبلت عليه أمه قط إلا هو في الصلاة بين يدي الله جل وعلا ومع ذلك دعت عليه فاستجاب الله دعاءها اللهم لا تمد جريجا حتى تريه وجوه الممسات فجلس بني إسرائيل فذكروا جريجا وذكروا عبادته نعم وطاعته فقالت امرأة منهم بغي يتمثل بحسنها أنا أفتنه أنا أفتنه لكم ولا حول ولا قوة إلا بالله امرأة بغي فتعرضت له تعرضت لجريج وعرضت نفسها عليه ليفعل بها الفاحشة فأبى عصمه الله تعالى بفضله ثم بفضل طاعته وعبادته لربه سبحانه عصمه ربه عز وجل فأبى لكنها تخشى أن تذهب إلى بني إسرائيل وتقول لهم بأنها فشلت في إغواء جريج فأمكانت نفسها من رجل يرعى الغنم كان يأوي إلى صومعة جريج أمكانت نفسها من الراعي ففعل الراعي بها الفاحشة فحملت منه ووضعت ولدها من الزنة وأتت بولدها إلى بني إسرائيل وقالت هذا ولد جريج الراهب الله أكبر فحملوا المرأة وحملوا الطفلة وذهبوا إلى جريج فأنزلوا استنزلوه من صومعته وضربوه وهدموا صومعته انظروا لا أقول إلى سوء الأدب مع الأم بل إلى التهاون في إجابة الأم وهل يجوز لي إذا كنت في صلاة النفلة في صلاة النفلة وأمي تنادي علي أن أجيبها نعم أقطع الصلاة نعم نعم أقول لك نعم بملء الفم وأعلى الصوت إن كنت تصلي صلاة النفلة وأمك تنادي عليك وحاجتها ملحة يعني ترى من ندائها أنها تنادي عليك لحاجة ملحة اقطع الصلاة صلاة النفلة وأجيب أمك وإن استطعت أن تخفف الصلاة وأن تعجل لتنادي أمك ولتجمع بين الخيرين حتى لا تقطع العمل ولا تقطع الطعف أفعل ولا شك ولا ريب هذا أو لا لكن إن اضطررت وأنت في أول صلاة النفلة أن ترد على أمك لحاجة ملحة لها فاقطع صلاة النفلة وأجيب أمك إلى هذا الحد إلى هذا الحد نعم هدموا صومعته ضربوه شتموه استنزلوه قالوا ماذا ماذا صناعت ماذا فعلت قالوا هذا ولدك من الزنا زنيت بهذه المرأة البغي قال أين الولد قالوا زنيت بهذه المرأة البغي قال أين الولد فأحضر له الولد فقال تركوني لأصلي فصلى لله عز وجل ثم أقبل على هذا الولد على هذا الغلام المولود وطعن في بطنه ضربه في بطنه ثم قال له جريج من أبوك فأنطق الله الغلام في لفائفه كرامة منه جل جلاله لهذا العابد الزاهد التقي النقي الولي قال له جريج الراهب من أبوك فأنطق الله الغلام وقال أبي فلان الراعي أبي فلان الراعي لكن انظر كيف ضرب وشتم وهدم بيته هدمت صومعته من أجل أنه لا أقول أساء الأدب بل تجاهل أمه ولم يجبها مع أنه كان مقبلا على ربه في عبادته مع أنه كان مقبلا على الصلاة فما ظنك بمن يشتم والديه وبمن يسب والديه وبمن يعق والديه وبمن يطرد والديه من بيته وبمن يفضل أولاده على والديه وبمن يفضل زوجته على أمه وبمن يفضل ابنه على أبيه ما ظنك بهؤلاء ما ظنك بهؤلاء ونحن نعيش زمن العقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله ونعيش زمن سوء الأدب مع الوالدين ولا حول ولا قوة إلا بالله اعلم يا من تسيء الأدب مع والديك أنك مخذول ومحروم من رحمة الله ومن فضل الله عليك في الدنيا بل والآخرة ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم به العاق لوالديه والمرأة المترجلة أي التي تتشبه بالرجال في كلامها ولبسها وزيها والديوث أي الذي يقر الخبث في أهله أو الخبث في أهله الذي يقر الفاحشة في أهله ولا حول ولا قوة إلا بالله فيا من تسيء الأدب مع والديك تب الليلة إلى الله وعد إلى والديك إن استطعت أن تقبل رجل كل واحد منهما فقبل رجل قبل رجل أبيك قبلي رجل أمك قبل رجل أمك وأعلم بأن هذا هو سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة الموضوع والله لازال طويلا وكنت أود أن أحذر من خطر العقوق ومن سوء الأدب مع الوالدين لكن يكفي أن أقول لك بأنك يا من أسأت الأدب مع والديك مخذول محروم من السعادة والتوفيق والنجاة في الدنيا والآخرة ويا من أحسنت الأدب مع والديك اعلم بأنك من أهل السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة واعلم بأنك ستجني حسن الأدب مع والديك في أولادك وأنت اعلم بأنك ستجني سوء الأدب مع والديك في أولادك قبل أن تلقى الله عز وجل الأدم مع الوالدين هل قلت شيئا والله ما قلت إلا النذر اليسير وإلا فيكفي أن أذكر مرة أخرى بكلام الملك الجليل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة فإن كنت قد حرمت من نعمة الوالدين وهما الآن بين يدي الله جل وعلا فهيا أقبل على برهمة بعد موتهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة أصحابهما ورحمهما وإكرام صديقهما أكثر من الدعاء أكثر من الاستغفار أكثر من الصدقة الجارية أكثر من برك بأهل والديك فهذه من صور حسن الأدب مع الوالدين ومن صور البر مع الوالدين لمن حرمه من وجود الوالدين الآن أسأل الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا نعمة الأدب مع الوالدين وأسأله سبحانه أن يرحم والدين كما ربيان جميعا صغارا وأن يتجاوز عن من كان منهما بين أديه برحمته ومنته وأن يبارك في أعمار من بقي منهما في هذه الحياة الدنيا وأن يحسن عمله وأن يبارك عمره وأن يختم لنا ولهم جميعا بخاتمة الإيمان والسعادة وأن لا يحرمنا وإياهم الزيادة إنه ولي ذلك والقادر عليه أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته